في فيديو اولاني ده خلاص تسجل وتسيف وده بقى الفيديو الجديد ده حيتسيف يعني هيتسجل لواحد يعني بعديه على طول اهي طبعا قلقكم عارفين الطاقة النووية نيوكلي ري اكشنز الانشطار النووي الانشطار النووي ده الانشطار النووي ده بيطلع منه طاقة هيلة جدا فاكتشاف الزرة اكتشاف عمليات الانشطار النووي الانشطار الزرة ديت بيطلع منه طاقة جمدة جدا بس مشكلته مشكلته ايه انه بيطلع منه اشعاعات والاشعاعات دي زي ما قلت وبتأثر في كل المنطقة المحيطة بي المشكلة هنا ايه المشكلة هنا ايه المشكلة هنا ايه انه الحرارة اللي عالية جدا اللي بتتولد دي الحرارة العالية جدا بتحول الاجسام الصلبة الى طبعا لو انها مش موجودة بتحولها الى غاز يعني حرارة عالية جدا حرارة عالية جدا يعني زي ما تقول بتلغو وجود الحاجة ودي كانت من ضمن الحاجات الخطيرة اللي حصلت في العالم في الحرب العالمية التاني فالمشكلة بقى المشكلة هنا زي ما قلتلكم ان دي محتاجة هاي تكنولوجي المهم انا بجيب هنا الهيت اهي الهيت العالية دي والهيت العالية دي برضو بنحصل منها على ستيم عن طريق ووتر نفس السيكونس هو السيكونس واحد بس السورس هو اللي مختلف السورس هو اللي مختلف المواد اللي هي يعني فيها هذه الخاصية اللي هي اليورانيوم والبلوتونيوم اليورانيوم والبلوتونيوم وده محظور نقلهم او شيلهم ده تعتبر جريمة دولية يعاقب عليها القانون لان ده لما بيجي يتنقل من مكان لمكان لازم يكون فيه احتياطات زي ما قلتلكم ولازم يكون فيه نظام معين لنقله مش اي حاجة خدها نقلها من مكان لمكان فاليورانيوم والبلوتونيوم دول يعتبروا من الفيولز الاساسية للطاقة النووية استعمال الطاقة النووية في الاغراض السلمية طبعا ده مطلوب ده مطلوب ومهم و لانه بيساهم في توفير الطاقة برضو الستيم هنا الستيم هنا بيحرك الترباين والترباين بحصل منها على كينتك انرجي او ميكانيكال باور الميكانيكال باور بتشغل الجينيريتور بتاعنا او احنا بنسميه على فكرة بعد ساعات الترنيتور او سينكرونس جينيريتور كلها اسماء لحاجة واحدة الجينيريتور اللي هنا بيولد كهربا والكهربا بنستعملها او بتتوصل للكونسيومر وبنستعملها في مختلف الاتجاهات المحطة النووية تعتبر يعني ايه يعني من المحطات الرائعة جدا اللي حتى جينيريتور فيها بتشتغل بكفاءة عالية جدا و يعني زي ما قلت ده مطلوبة يعني مطلوبة يبقى فيه محطات نووية للاغراض السلمية يبقى يعني ان انا بولد بيها كهربا بخدم بيها المجتمع بتاعي الوست بقى بتاعها اللي هو احنا بنسموه هنا radioactive waves دهيا الوست ده اللي بتاعي يعتبر من الحاجات اللي ايه انت يعتبر disadvantage 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 ده يعتبر ومشكلة كمان في ان هو انت هتوديه فين لانه هو مضر وبيأثر في البيئة اللي حواليه فلازم يقوم فيه مكان لدفن هذه النفايات النووية نيجي هنا بقى نتكلم على renewable يبقى احنا تكلمنا على non-renewable نتكلم بقى على renewable 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 دي عندي geothermal biomass solar والhydro والwind اتفقنا ان الhydro دي تعتبر conventional and renewable geothermal استعملت منذ زمن بعيد انا برضو من ضمن الناس اللي بيسموها conventional and renewable geothermal البيوميس استعملت برضو في بعض الدول واحنا هنا في مصر بدأوا يتوسعوا بدأنا نتوسع فيه عمليات استغلال البيوميس لانها موجودة موجودة وغير مكلفة ولا تنتهي لان لازم فيه بايوميس مش كده طالما في حياة لازم فيه بايوميس طالما فيه human being يبقى فيه بايوميس يبقى يبقى اذا البيوميس دي الطاقة الحيوية دي بتعتبر من الحاجات الهم هتلاحظوا ان renewable energy التوسع فيها مهم في الفترة القادمة جميع دول العالم دلوقتي بتتوسع في renewable الدول اللي هي وقع في منطقة او قريبا من خط الاستواء خط الاستواء السولر عندها مهمة جدا وفي دول عندها الwind الwind فارم ده هي تعتبر مهمة في دول فيها سرعات الرياح بتوصل يمكن ميت كيلو في الساعة او اكتر من ميت كيلو في الساعة لدرجة انك انت متقدرش تمشي ممكن الرياح بتسبب اصابات لناس وممكن نسيها صلىها حاجة وهي ماشية في الشارع لان بتبقى الرياح سرعتها عالية جدا ودي موجودة في دول معينة او في دول يعني فيها هذه الويند الويند فارم انا في رسمة هي بس هي يعني طعيفة شوية الويند فارم مستهيا بتبقى بتتعمل لازم في مساحات لان انا بحتاج ويند ترباينز وبنشغل فيها جينريتور اللي هو من نوع الاندكشن هتدرسوه في الترم ده برضو هتاخدوا فكرة عنه انه هو من نوع الاندكشن مش هو ده الجينريتور اللي موجود في المحطة العادية ده جينريتور تاني من نوع تاني موجود في الويند فارمز المشكلة انها عايزة مساحة لان انت بتضطر انك انت تعمل بتحتاج انك انت يبقى عندك مساحة لان انت هتستعمل اعداد كبيرة من الويند ترباينز المشكلة كمان ان الاسبيد الاسبيد بتاعت الترباينز ديت فاريابل لان الويند ما هياش ثابتة بيمكن يجي ويند السرعة تزيد او السرعة قل فترات ما فيش ويند فعشان كده دي بنستعمل فيها جينريتور مخصوص او جينريتور احنا بنسميه اندكشن جينريتور لو انا عندي الويند واتقطعت يبقى ما فيش ما فيش جينريتور خالص هيحصل للإكتريستي بس ومع ذلك الاحتياج لها حاليا وحتى بتستعمل حتى لو بتساهم بجزء في الانرجي بس بيستعملوها لانها برضو ما فيش منها اي مبعثات بيحصلش مبعثات منها السانلايت السانلايت ديت زي ما قلتلك الهيت اللي بتعملها السان بيعيا بتبقى مهمة جدا وفيه ممكن ناخد منها هيت وممكن ناخد منها طاقة ضوئية السولر بانيل بتتعمل و ممكن ناخد منها اي اما هيت وممكن نحولها الى الكتريستي تاخد هيت ازاي انا قلتلك ابسط مثل انك لو سبت لو فيه كار وقفة في شمس ساعتين 3 4 5 وسبتها وحطت فيها ازازة المية مثلا بالصدفة تيجي تلي ازازة المية تكاد تكون هتوصل الى درجة عالية جدا من الحرار كويس ده الهيت ديت اللي احنا بنستعمله انت لو قفت في الشمس شوف هيحصل لك فاذا ممكن اخذ مناهيت وممكن ان انا احولها الى الكتريستي برضو في مشكلة هنا بالنسبة للسولر لازم تتعامل مواجهة للشمس فدا دايما هي بنعمل لو انا عندي مثلا بيت او فيلا او اي حاجة او اعيز اعمل سولر بلانت او اعيز اعمل جنريشن عن طريق السولر انرجي بيحصل بالزبط ان هو ان احنا لازم نحطها على السطح فوق لازم تحطها على السطح فوق في اعلى مكان عشان تبقى موجهة للشمس وبعدين بيتعمل حسابات لها وبيتعمل لها يعني نظام المشكلة ان انت محتاج كتيرة كتيرة عشان تعمل السولر البانيل ده طبعا بتبقى اكسبنسف فبيتعمل لها حساب حساب الكوست وحساب ان هي هتكون يعني انا لو انا عايز اعمل عندي في البيت سولر او عايز اعمل كده عايز اعمل محطة صغيرة كده تديني كهربا لازم اعمل حساب ان هي تكلفة بتاعتها اللي هي الكابتال كوست او انا لما اجح يعني تكلفة الانشاء وتكلفة الرنين كوست في عندنا رنين كوست لازم يتعمل لها منتنانس منتنانس من وقت الى اخر لازم يتعمل لها المنتنانس تهي أيهاو السولر الوقتي بتشارك بنسبة اعلى يعني مع الوقت مع الوقت بتشارك بدأت تشارك بنسبة اعلى من قبل كده بنحاول ان احنا ندخلها معنا وندخلها مع الشبكة على فكرة مع شبكة الكهرباء الرئيسية علشان تساهم في حيزية الكهرباء طبعا الفول بتاعها الشمس ما فيش فيه يعني مش محتاجين حاجة من بره الجيو ثيرمال انرجي الجيو ثيرمال انرجي زي ما زي ما قلنا بنجيبها من باطن الارض هنشوف دلوقتي الجيو ثيرمال انرجي دي بنحصل عليها من باطن الارض عرارة عالية جدا احنا بنستعملها او ناخدها من باطن الارض نقدر ان احنا نحنا نسخم بيها الووتر ونقدر ان احنا نستعملها ان احنا نعمل او نجنرية الالتريس دي في مناطق فيها براكين و تبقى يعني فيها حرارة عالية جدا لدرجة ان هما الناس بتبهت كذا كيلو من هذه البراكين وما بيقدروش يقربوا من شدة الحرارة الجير ثيرمر انرجي دي استعملت من زمن بعيد استعملت من زمن بعيد الناس استعملوها في مناطق كثيرة اللي هي الدول اللي فيها زي ما قلتلك فيها حرارة وفيها براكين يعني استعملت في امريكا واستعملت في في الصين و في استعملوها في حاجات كثيرة جدا في عمليات ان هما يعمليات ان هما يسخنوا الماء في كده انا حبيت اجيبه اللي هو ring of fire ده كده يعني نعرفه برضو كده ويعني موجود عندك اهو ring of fire ده دي الاريا اللي هي او هنا بيعرفها اللي هي around pacific ocean المنطقة دي فيها براكين وزلازل فدايما دي بيستغلوا حرارة الارض فيها سموها ring of fire دي الاريا اللي هي تعتبر يعني يعني بيستعملوها انما انما تعملت من زمان بعيد احنا بنحطها ضمن الـ بس انا برضو اعطر احطها او اصنفها ضمن اللي هي الـ conventional and renewable هي والـ hydro هي والـ hydro انا عندي هنا geothermal energy بنجيبها من الهيد من الهيد اللي في باطن الارض الهيد ده هي اللي بنحصل منها على geothermal energy بنقدر نعمل حاجتين بنقدر ان احنا نحصل منها على نعمل منها power plant لو احنا عايزين او نعمل منها حاجة اسمها الهيد pumps يعني في استعملت في دول وفي دول اخرى استعملت كهيد pump يعني بيستخدموها ان هما يجيبوا حرارة من الارض للمنازل يجيبوا حرارة من الارض للمنازل طبعا دي فكرة يعني رائعة يعني ان هو زي يجيب الحرارة من الارض الى المنازل في الشتاء عشان يسخن او عايز يعمل تدفئة في البيت طبعا زمان او من زمن بعيد ما كانش فيه الحاجات اللي احنا شايفينها النهاردة فكانوا بيحاولوا يشوفوا اي سورس يجيبوا منه الهيد في موسم الشتاء فبيستخدموا بحاجة اسمها الهيد pumps واستعملت في دول في دول استعملتها وكانوا بيقدر يجيب الحرارة من تحت ويسخن بيها البيت بتاعه اللي هو ساكن فيه لان في الدول اللي لاي في الدول اللي كان كل واحد بيبنله بيت او بيعمل بيت صغير بيعيش فيه ما كانش لسه فيه المباني الضخمة والمباني اللي هي عشرين دور وتلاتين دور والكلام اللي احنا شايفينه دلوقتي في مختلف الدول جيو ثيرمال باور بلانت دي ما احنا شايفين ده كده شكل للجيو ثيرمال باور بلانت الحضرتك يعني لو طلب منك ترسم مش لازم ترسم بالديتيلز الموجودة ممكن ترسم بتوضح بس ان الارث توضح المصدر وهكذا انا عندي هنا يعني مرقمين ادي وان تو ثري فور فاف ده مرقمينها يعني احنا شايفين كده اللي انا عندي هنا ادي الهوت ووتر بتيجي من هنا هوت ووتر بتطلع على بتتحول الستيم او بحصل منها على ستيم خش على التربين التربين على الجينيريتور والجينيريتور بيغزي للترانسميشن سيستيم بتاعي ده اللي هو نقل الطاقة ده التاور ودي الترانسميشن لاين التاور والترانسميشن لاين دي اكيد انتم بتشوفوهم في الطريق الصحراوي او في الطريق الزراعي او بتشوفوا انتم التاور ديت والخطوط اللي ماشية بييجي هنا التربين دي تعتبر مهم رجعنا برضو التربين والجينريتور لكن السورس هو المختلف السورس هو المختلف تيجي الستيم ده ماشي كده كده ويخش هنا ده كولينج تاور ده كولينج تاور ده ده بيبردو تاني ويرجعو ويعمل من هنا ويرجع تاني تحت الارض عشان يسخن تاني المية تسخن وترجع تاني تعمل استيم وهكذا تبقى دي الاشياء 1 2 3 4 5 دي الستيجز of the geothermal power plant هنا ده ده شرح ازاي ان هي بتشتغل الكلام اللي احنا قلناه اللي احنا قلناه دلوقتي بالنسبة لمراحل الجيو thermal power plant يجي واحد يقول لي طب ده هيديني طاقة يعني محدودة بالزبط يعني ده مش هيديني انرجية عالية جدا بس ممكن ان هو يساهم في عملية توليد الطاقة ممكن انا اعمل محطة زي دي تغزي مثلا قرية او تغزي مكان مكان معين زي ما احنا عارفين وزي ما قلت انا في السلايد الاولانية ان ده بستعمل بستعمل بكسرة في المناطق اللي هما سموها ring of fire دي مناطق اخدت هذا ring of fire نظرا لان هي بتستخدم او يعني الحرارة هناك عالية جدا الرسمة دي بتوضح ايه بتوضح ان هو استعمله الجيوثيرمال دي في الهيتين ازاي هو يعمل هيت ازاي يعمل يعمل هيتين للبيوت الهوم ديت هنا زي ما انت شايف قادر انه يعمل هيت pump ويعمل آآ قادي الهيت اهيد بيقدر انه هو يعمل يسخن البيت او يحصل على كأنها دفاية يو استعملها كدفاية انه يسخن البيت او يقدر يستعملها آآ آآ انه هو ازاي يعمل عملية الكولين يعني قادر انه هو يستعملها آآ هنا بيقول انت درجة الحرارة خمسين لستين دجري فهران موت آآ آآ ده الكلام ده بيوضح ان احنا الكلام اللي احنا قلناه اللي احنا قلناه من سوريا الهيدرو الكتريك باور بلانت الانرجي دي بناخدها من الرانين ووتر من الرانين ووتر يبقى عندك هنا ريزولفور وفي دام والمية دي بتبقى بتتخزن هل في الدام والدام ده بتبقى الان بتبقى الوطر اللي هنا متخزنة و معاها كينيتك ايه معاها potential energy يعني هي بتحت تأثير potential energy يبتدي تتحرك بيحركها بcontrol معين بحيس انها تنزل على الجن الترباين يبقى هنا ده اللي هو بتتحرك ده اللي هو ايه الميجرى اللي هما بيعملوه عشان تنزل على مين على الجنيريتور على الترباين الترباين بتوصلها بالشنيريتور والجنيريتور بيتديني الكهرباء انا فيه عندي هنا حاجتين فيه عندي gravity gravity دي مهمة جدا لانه هي بتتشد بتنزل بقوة معينة تحت تأثير gravity طبعا ديت بتعتبر ريليابل طبعا لانها انا بتحكم في المية اه لما لها تأثير برضو على البيئة لها تأثير عصار والسمكية بس برضو لها حل لكن هو كمشروع ناجح ومهم يعني كمحطة تعتبر نجحة ومهمة كون يكون لها تأثير بسيط على البيئة تشيط موجود كل المحطات لها تأثير على البيئة فيش محطة ملاش تأثير باستثناء اللي هي الصن والكلام والويند انما انما الباقي اي طالما فيه فيه هيت في حرارة يبقى لها تأثير على البيئة المشكلة انها طبعا عملية تشييد المحطة بيبقى هما دول الحاجتين اللي هما في الويند التايدل الباور دي اللي هي الأمواج لما بيكون عندي دلوقتي قادي الموجة برضو من الوطر برضو الموجة بتبقى جاية بتبتدي تخش على الترباين زي ما انتو شايفين اهو في ضغط او فيه يعني بتحرك الترباين والجنيريتور معها لو كانت اللي هي كامنج كده لو كانت الموجة ماشية كده فهو بيستفيدوا منها لأن الموجة بتروح وترجع فبيستفيدوا من التايدل الباور دي في ان هما يقدروا يعملوا محطات على البحار خصوصا البحار اللي فيها موجات عالية وفيها يعني يعني تعتبر في الاماكن اللي فيها موجة عالية بقدر يعملوا منها التايدل الباور دي او في الاماكن اللي هما محتاجين فيها حسب المكان دي برضو تعتبر من الرنيوابل انرجي اللي قدر احصل عليها من التايدل طاور طبعا دي بتعتمد على ارتفاع الموجة وسرعة الموجة ارتفاع الموجة وسرعة الموجة وليها بقى تتحسب وبتتعامل وبيشوفوا ازاي هقدروا يعملوا هذه التربينة وازاي هقدروا يحط المحطة البيوماس انرجي البيوماس انرجي دي تعتبر انرجي من الكائنات الحية عندك البلانتز والانيمالز زي ما قلت لك استعملت من زمن بعيد في الدول كثيرة زي ما هو هنا يعني كتب لك في استعملت منذ زمن بعيد استعمال احنا عندنا حتى هنا حتى عندنا هنا البيوماس دي استعملوها على فكرة زمان في المجتمع المصري في المجتمع المصري يعني ممكن من مئة سنة فاتت كانوا بيستعملوا البيوماس دي اللي هي مخلفات الانيمالز والبلانتز دي كانوا بيستعملوها في عمليات الكوكينج يستعملوها في الهيتينج استعملت في مصر فعلا يعني يعني الإنسان البسيط رغم أنه وقتها كان الإنسان بسيط وكانش فيه طبعا علم ولا كان فيه تقدم زي دلوقتي ومع ذلك قدر أنه يعمل بالفكر بتاعه الفطرة وبالتفكير بتاعه قدر أنه يعمل أو قدر أنه يستفيد من هذه المخلفات الأنيمالز دي على فكرة جميع مخلفات الأنيمالز لها استفادة ضخمة جدا بدون استثناء بدون استثناء يعني البيوماس دي البيوماس فيها ميزة اللي هو بيعمل عملية بيبعد عن الكاربون ديوكسايد دي اللي احنا بنسميها الفوز الفويل الفوز الفويل ده خاص بالفويل اللي هو من بطن الأرض ده الفوز الفويل يعني البيوماس دي استعملت من زمان استعملت من زمان وفي مصر وفي غير مصر وفي الدول التانية وزي معتلك حتى الانسان المصري البسيط من مئة سنة استعملها استعملها وكانت ماشية معاها وكان بيقدر ان هو لو عايز لو عايز يعني لو عايز اي حاجة كان بيستعملها الشكل ده انا يعني حبيت اوضحه لك اوضحه السورس اوضحه بيوميس السورس اوضحه بيوميس الكروبس السواج الاجريكالتشور الانيمال ريزيديو الانيمال الاندستيرال ريزيديو الويست اللي بيحصل من اللي بيحصل في اي حاجة يعتبر الويست اللي بيحصل يعني دي هيومان دي كلها عبارة عن حاجات بشرية سواء اوضحه والانيمال و من كل حاجة لها يعني موجودة البيوميس سورس فور انرجي اطلخصت كده هنا الوود والوود بروسيس ويست الوود ده بس في مشكلة ان هو الوود ده اصلا لما بيجوا يقطعوا الخشب ده بيخرج منه ثاني اوكسيد الكربون لان زي ما قلتلك ان بيتخزن فيه ثاني اوكسيد الكربون النباتات لما بتاخد ثاني اوكسيد الكربون بتمتصه بتنقي الجو لكن المشكلة ان هي بتحتفظ بي بحيث ان انا اثناء عمليات حتى عملات تقطيع او عمليات اي حاجة خالص بيخرج منها ثاني اوكسيد الكربون اي اي حاجة بتتعامل مع الاخشاب بتطلعلي ثاني اوكسيد الكربون دي المشكلة فيها عشان كده اطلقوا عليه جرين هاوس جاسز جرين هاوس جاسز الاجريكالش كروبس والويست ماتيريالز الصوليد ويست البيبر كوتن الول دي كلها مصادر للبيوميس الانيمال منير عند هيومان سويتش اللي حتى فضلات الحيوانات والانسان دي كلها بتخش ضمن اللي ايه البيو ماس انيرجي تمام اه البيو ماس عند بايو فيول طبعا اه البيو فيول ده ده احنا بنحصل عليه من البيو ماس هنا بس بيكررلك هنا اللي هو البيو ماس ده عبارة عن اورجانيك حاجة اورجانيك يبقى انا عندي هنا في البيو فيول والبيو ماس بايو ماس والبيو فيول وفيه عندي الفوزل فيول في فرق بين الفوزل فيول والبيو ماس او البيو فيول البيو فيول ده طبعا بنقدر ان احنا نحصل عليه عن طريق البيو ماس او الحاجات اللي احنا قلنا عليها ودي قطعة ده يعتبر رينيوبل انرجي رينيوبل سورس اوف انرجي اه البيو فيول انا حبيت ازود برضو السلايد ديت او حبيت ان انا اقولها البيو فيول ده بنحصل عليه زي ما قلت من ال components اللي احنا قلنا عليها اللي هي البيو ماس materials او الفيدو ستوكس اللي احنا قلنا عليها استعملوه في حاجات كتيرة جدا استعملو البيو ماس ده البيو فيول في حاجات كثيرة اللي احنا بنتكلم عنها عملية ان انا احصل على بايو فيول سواء هو في الصورة liquid او في الصورة الجاز يبقى ده بنسميه بايو فيول يعني بايو فيول obtained is obtained from بايو ماس بيكون in the form of liquid or gas طبعا العصولنا على البيو فيول ده يعتبر رخيص لان انا البيو ماس موجودة عندي في كل الدول فيها بايو ماس هنا بيقولك كمان ان هو carbon neutral يعني هو يعني هو ما بيديش carbon dioxide المشكلة ايه بقى مشكلة ايه ان سام قبل كده ان هو بيحتفظ بال carbon dioxide المشكلة المشكلة ان هو ممكن يديني carbon dioxide تاني يعني البيو فيول يعتبر رخيص وموجود لكن برضو ليه effect على ال environment ده شكل كده بس بيوضح ان هو مجرد بس اوضح لك يعني كده حاجة يعني منظرة يعني اللي هي power او energy اللي احنا عايزينها power مثلا تلاحظ حاجة يعني الكتل ده 2400 واط هنا washing machine دي 700 and so on وانضح لك يعني انت مثلا لو جيت انت على ال lab ده 100 وط طبعا تهريك 4 وط ده اللي هو هنا هنا مثلا وهكذا هنا بس بديك فكرة ان في حاجة اسمها ايه recycling ودي اللي احنا اللي انتو تسمعوا عنها حاليا انه بيعملوا recycling للحاجات اللي موجودة عادة لانتاجها تاني ده بيوفر الانرجي طبعا مش هخش بالdetails بس بس تعرف انه هو يقدر انه هو يوفر يعني الدك اللي هو لما يعمل recycling للألمونيوم بيقدر انه هو يوفر 94% ده كلام موجود في الريفرنس او كلام جاي من مصادر 94% اللي هي من 10 إلى 15% فعمليات الريسايكلين يعني حتى بنسمع انا حاليا و دي اعادة التدوير دي دي بتعمل سيفين للانرجي بتعمل سيفين للانرجي طيب هنبتدي بس كده في هندي مقدمة لكتشور اتنين وهنكمل المحاضرة الجاية ان شاء الله نعمل مقدمة لكتشور اتنين وهن ايه هن هنكمل المحاضرة الجاية احنا اخدنا الجزء اللي فات ده اخدنا الجزء اللي فات ده عبارة عن الريسورس والرنيابل انرجي والن وعرفنا حاجات كتيرة جدا محاضرة التانية دي الانرجي اند انفيرومنت نقول بس مقدمة لها وخلاص الجرين هاوس اعرف يعني ايه جرين هاوس والجاس اميشنز البيوماس انرجي اللي هو البيوماس فيول اللي انا اتكلمت عنه من شوية الجلوبال ورمينج او دي كلها حاجات اسوشيات بالانرجي كل دي حاجات الانرجي افشيانسي والانرجي مانجمنت والانرجي اند انفيرومنت ده في الاخر خلاص بقى ده كده نلخص فيترمين طلعوا مهمين او زهروا في العشر سنين اللي فات ولا العشرين سنة الانرجي افشيانس والانرجي مانجمنت دول ظهروا في الفترة اللي فاتت فحبيت ان انا اديكم فكرة عن ايه هو الجرين هاوس ده الجرين هاوس ده اللي هو بيقدروا يعملوا منه زي ما انتو شايفين كده مبنى من الجلاص او اللي بيعملو من الزواجي زي ما انتو شايفين اهو الا الا ال بيعملوا عشان يقدروا يزرعوا المحاصيل هم اطلقوا عليه جرين هاوس والجرين هاوس ده موجود في كل مكان وعندنا في مصر هنا كتير قوي علشان يقدر يعني يقدر يقول فيه للجاس فاطلقوا على الغازات دي جرين هاوس جاس جرين هاوس جاس اللي عايزك تعرفه هنا طبعا الكلام ده مكتوب هنا بيقدر ان احنا نعرف او نقدر ان احنا نحصل على المحاصيل في غير وقتها دي اولا يعني دي الميزة بتاعته يعني بس المشكلة بتاعته ان هو صحيح بينق الجو لان هو بيمتص ساني اوكسيد الكربون انما في النقط نفسه بيحتفظ بيه وبيخرج تاني وبيبقى لوت effect bad effect على environment ده شكل تاني للجرين هاوس زي ما انتش شايفين اهو ده جرين هاوس بالشكل ده وده برضو جرين هاوس حاجة عظيم اوه شكل رائع جدا وحاجة يعني اه 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 اللي مكتوب هنا اه اه طبعا اه ال 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 بيساهم في انه هو بي بي بيدفي الجو بي مش عايزة مناشا الجرين هاوس ده بيساهم في كده علشان نعيش على ظهر الارض انا دلوقتي الحرارة دي لو ما كانتش موجودة مش هنيقدر نقعد زي انت بالظبط لما تيجي في الشتاء تشغل دفاية بتدف اله 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 بتقدر تقعد في مكان دافئ فبتقدر تقعد مستريح في عز الشتاء لو الحرارة دي زادت عن حدها هيحصل ايه بالظبط لو الحرارة دي زادت عن حدها هيحصل ايه هتكتدي ان انت تشعر بنوع من الضيق او بنوع من هتحس ان في باد افكت عشان كده بنقول عشان كده بنقول ان هو ان الجرين هاوس ده بيساهم في استمرار الحياة ازاي لانه يعني ودوت جرين هاوس كانت الارض تجمدت انا انا محتاج حرارة انا محتاج انا دايما يكون في نوع من الحرارة زي ما احنا بنشوف حتى في القطب الشمالي والكلام اللي احنا بنشوف دوت الجرين هاوس بيساعد في تدفئة الارض لكن هو اللي حصل ان هذه التدفئة زادت عن حدها فاصبحت ميزة فاصبحت عيب مش ميزة الجرين هاوس ده بيساهم في تنقية الجو بس بيساهم برضو في انه هو بيخرج لنا ثاني اكسيد الكربون هما الغازات دي اطلقوا عليها جرين هاوس جاس حتى لو انا الغازات دي لو هي خارجة من فحم لو من نتيجة احتراق فحم هنمطلق عليها برضو جرين هاوس جاس اللي هو الكربون ديوكسايد لان الفحم جاي من 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 الجرين هاوس يعني اصدي الاساس بتاع تكوينه اصلا جاي من هنا عمليات تقطيع الاخشاب كلها بتطلع لي غازات دي كلها عبارة عن ادفانتجز ادفانتجز اه اللي انا قلتها من شوية اللي هي اه اه الادفانتجز اف درين هاوس اه طبعا ما فيش شك ان احنا اه زي ما قلت من شوية بنزرع محاصيل في غير معادها بنقدر ان انا ازرع اه يعني اي نوع من المحاصيل اه بقدر اعمل جناين بقدر ان انا يعني اخلي المنظر يعني في نوع من شكل لطيف للمكان كل ده موجود بتنظف الاتموسفير الماشي اه لكن هي لها على الورمينج الجلوبال وورمينج فدي الادفانتجز حضرتك تقراها كده ويعني تكون عرفة عشان لو تسألت فيها الديز ادفانتجز طبعا ان هي بتكون اكسبنسيف وبتكون ان احنا بنحتاج لها تدفئة او بنحتاج لها تبريد يعني ممكن اوصل تكيف او ان انا اعمل تدفئة للجرينهاوس يعني بتبقى قد تكون اكسبنسيف في عمليات الادارة بتاعتها وفي عمليات الايه الانشاء بتاعها او في متابعتها وعايزة متابعة باستمرار يعني عايزة مينتنس باستمرار ومتابعة بحيث ان احنا نتابع هذه الايه الجرين هاوس هنقف عند هذه النقطة وهنكمل المحاضرة القادمة تكون حضرتك يعني ايه آآ قريت برضو ماشي يا شباب تماما دكتور معلش يا دكتور كنت عايز بس نسأل حاجة بخصوص المرض